لست شيطانا ولا ملاكا وفي يوم تخريج الدفعة رقم 366 من هارفرد حصل ذكر بيرج على شهادة فخرية من جامعة هارفرد وألقى بهذه المناسبة خطاب تخرج عاطفي تذكر فيه أيامه القديمة في الدراسة وأن موقع فيسبوك كان من الممكن أن لا يتأسس لو لم يكن هناك ومن أقواله في هذا الخطاب التغيير يبدأ محليا حتى التغيير العالمي يبدأ بشكل صغير مع أشخاص مثلنا في جيلنا يتعلق النضال لزيادة التواصل وتحقيق أعظم فرصنا بهذا وبقدرتكم على بناء مجتمعات وتشكيل عالما يكون لكل شخص منه هدف ما في أغسطس سنة 2020 تسببت إحدى أفكار يوكربير جلعب قرية برفع صافي ثروته مكتازاً المئة مليار دولار للمرة الأولى أطلق فيسبوك في أكثر من خمسين دولة ميزة جديدة لأنستجرام نافست وبشدة برنامج تيك توك مباشرةً في الولايات المتحدة أريستجرام ريولز ويقول معلقاً على ذلك نحن نعيش في مجتمع لا يتوقف عن التطور ولذلك لم يكف ذوكربيرج عن الابتكار والإتيان بأفكار جديدة لقد فهم أن التطوير المستمر أمر ضروري للنجاح في المجتمع الحديث يقول معبراً عن ذلك نحن هنا للتحدث عن المنصات الإلكترونية لكن أعتقد أن طبيعة المنافسة أوسع من ذلك بكثير فعندما اشترت جوجل يوتيوب مكنها ذلك من منافسة الجهة المسيطرة على مجال الفيديوهات وهي المحطات التي تحتاج إلى اشتراك مدفوع وعندما اشترت أمازون هولفودز نافست جوجلز وولمارت وعندما اشترت فيسبوك واتساب نافست الشركات التي كانت تتقاضى عشرة سنتات للرسالة الآن في إمكان الناس مشاهدة الفيديوهات وتوصيل الحاجيات وإرسال الرسائل مجاناً وهذه هي المنافسة دائماً تنشأ الشركات الجديدة طوال الوقت في شتى أنحاء العالم ويرين التاريخ أننا لو توقفنا عن الابتكار فسوف يستبدل شخصاً ما كل الشركات الموجودة اليوم وقد يحصل ذلك بشكل السرع السرع مما تتخيلون أما عن دور فيسبوك في خدمة المجتمع أثناء جائحة كوفيد 19 فهذا هو موضوع الحلقة القادمة رقم 12 سوف أسعد اشتراكك في القناة والإعجاب بهذه الحلقة من المسلسل وترك التعليق لنا في الأسفل فالستحيات STC سلاموني شانيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته